أم الخليفة بتقتل الكذبين لا 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 بيكذب ولا بياخد أجر بس هو يوافق ويرضى يوافق ويرضى؟ ومايرضاش ليه؟ زاهد وما بيتحركش الله بأمر إلهي لكل نجم في السماء معنا والكل رؤية صالح تفسير واسأل الغريب يجاوب اتحيلت عليه ورفض بس هو كل يوم بيمر من جنب سور القصر ناحية بوابة مولاتي يقول كلامه ويمشي وقال لي لو سرها سمعني تندهلي غير كده مستحيلة روح لكل نجم في السماء معنا والكل رؤية صالحة تفسير واسأل الغريب يجاوب أوقف عندك أنا نور الوجود جريت مولاتنا والدة الخليفة بتعرف الغيب وتفسر الأحلام ولا مخادئ الحجيجة هتنجيك والكذب عواق وبقيوة والقتل حيكون مصيرك مولاتي تسأل ونطحت أمرها شوفت رؤية بس مش ححكيها هتحكيها أنت وتفسيري أنت ها هتحكيه ولا نقول إنك كذب وتمشي ولا تكذب وأكتح رأسك مولاتي شافت أمر بيغيب ندهت على حفتها النظار بيته بيجري قدام عينيها الوزير بيتحك وقالت في آخر الرؤية وهي حزينة لو كنت قدر أمشي على رجلي كنت الحاد كنت الحاد والتفسير الخلافة المين سؤال بيؤرق قاتل مولاتي كمين طال العمر والأجل بمولاتي وخايفة تبقى أم ثاكلها بعد العمر ده كله بعد موت الخليفة والوزير يلعب ببيت الخلافة كله قبل لي أولاد كتير ولد واحد منهم بس اللي بيشيل سره هو السر في مولانا نظار واللي جاي في إيد علام الغيوب بس اتطمنها مولاتي السر في الأكبر إيه يكفيك مكافأة إنك تقول نتوقفي مفيش للعجز دو يا ها حسن حسن الصباح مين قال إنه مفيش للعجز دو شدي حيلك وهمي خطوة خطوة كمان في مولاتي الله أكبر ايك فيك مقابعة اني اشوف الامام الخليفة المستنصر بالله